اهلا بكم مشاهدين وحييكم على الهواء مباشرة وحلقة جديدة من بنصبح عليك صباح جديد سعيد يا رب ان شاء الله يكون مليء بالامل والسعادة والبهجة والفرحة ويكون يوم سعيد عليكم جميعا زي ما تعودتوا في كل حلقة من حلقتنا بنصبح عليك بيكون فيها فقرتين وفقرتنا الاولى النهاردة هتكون مع الدكتورة دينة دنيا شعير وهي اخصية في التغذية العلاجية وهنتكلم عن اهمية التغذية بالنسبة للجسم والاكل اللي المفروض ناكله وما شابها زلك طبعا اكيد فقرة مهمة جدا فقرة التانية هتكون مع دكتورة مونة شوقي وهي استشاري علم النفس والموارد البشرية هنتكلم معها عن التوتر اللي بيصاحب فترة الامتحانات والمذاكرة لأولادنا في المنازم طبعا يعني خير ما نبدأ به دايما حلقتنا بيكون الرياضة ومارسة الرياضة اللي بتساعد على تنشيط حركة الجسم وان يكون اليوم مليء بالحركة والنشاط علينا نتابع التقليل الرياضي ونرجع عليكم هلا بيكم مشاهدين مرة تانية واخبارنا السريعة هنبدأ بيها حلقتنا من اخبار مصر الرئيس السيسي يفد مندوبا الى طائفة الاقباط الادفنتست السبتيين للتهنئة بعيد الميلاد اخبار مصر ايضا اليوم اجازة مدفوعة الاجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد اخبار اليوم انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الاول لصفوف النقل في الجيزة غدا الاثنين من اخبار مصر الحكومة تنفي حسف اجزاء من المناهج في امتحانات الترم الاول لصفوف النقل اليوم السابع في موعد انطلاق الدورة الاربعة وخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب وتنطلق الدورة الاربعة وخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 ناير حتى 6 فبراير من العام الحالي بمقر مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تم اختيار الشعر الرحل صلاح شهين لكي يكون شخصية هذا العام وايضا الكاتب الكبير كامل كلاني شخصية بمعرض الطفل وتحيل المملكة الاردنية ضيف شرف للمعرض الذي يقام تحت شعار هوية مصر والثقافة وسؤال المستقبل من اليوم السابع ايضا مشاهدين طيار عمره 18 عام ينقذ عائلته بهبوط اضطراري على الطريق السريع تفاصيل هذا الخبر شيقة في رحلة متيرة هبطر امريكي بروك بيترز 18 عام بطائرة تحمل ابناء عمومي وجدته اضطراريا على الطريق السريع جنوب كاليفورنيا ذلك بعد اربعة اشهر فقط من حصولي على رخصة الطيران اثناء تحليق الاسرة على ارتفاع 5500 قدم في الهواء تعطل محرك الطائرة فجأة حسب نشر موقع الديلي ميل طبعا ده طيار ماهر باين جدا من بدايته انه هو طيار ماهر جدا الوطن سيدة تحتفظ بقلبها الاصلي في كيس بغرفة نمهة بعد خدوها لعملية زرع قلب تفاصيل بتقول احتفظت النيوزلندية جيسيكا مانينج التي خبعت لعملية زرع قلب بقلبها الاصلي محفوظا في كيس بلاستيكي في خزانة داخل غرفة نمهة ونشرت جيسيكا مقطع فيديو تحمل فيه قلبها على التيك توك وقالت انها تتجاهل المتصيدون من اجل تثقيف الناس اخبار اليوم اليابان تخطط لانتاج وقود الطائرات المستخدم من زيت الطهي المستعمل خبر مهم جدا راخل وسط الجهود العالمية المتزايدة للحد من انبعاتات تاني اكسيد الكربون من الطائرات من المتوقع ان تبدأ الشركات اليابانية العمل بجدية هذا العام لانتاج وقود طيران منخفض الكربون من زيوت الطهي المستخدمة اخبار اليوم ذهب في كعكة الملوك عيدية بلجيكية ده طبعا تقليد تفاصيله بتقول تعتبر كعكة الملوك من تقليد الاحتفال بعيد الغطاص في بلجيكا ودول عدة اخرى وجرت العادة على ان تخبأ فيها مفاجأة بلاستيكية يكون ااكر القطع التي تحتويها الفائز هيكون هو الفائز بالفائز المحزوز لكل صاحب محل الحلوية الحقيقة عمل بروتوكول جديد قرأت هذا العام ان هو تتضمن بعض كعكات كنزة الحقيقية وهي عبارة عن قطع تهبية ومعنى حظه هيكون سعيد اللي حيفوز بالزهب الارصاد مشاهدين او اخر دي اخبارنا تقس الاحد شابورة على الطرق وامطار في اغلب الانحاء تمتد القاهرة والصغرى 11 درجة تفاصيل انه 19 درجة العظمى في القاهرة والصغرى 11 زي ما قلت اسكندرية العظمى 19 الصغرى 13 مطروح العظمى 18 الصغرى 13 سهاج العظمى 21 الصغرى تسعة طيب تمام هنبدأ حلقتنا حالا واستقبل ديوفنا وهتكون اول دفع معنا فقرتنا الاولى الدكتورة مناشاوئي خبيرة علم النفس والموارد البشرية وهنتكلم فيه عن زي ما قلت توطر اللي بيصاحب فترة الامتحانات والمذاكرة عند اولادنا تخليكم معنا مشاهدين زي ما قلت انه التوتر اللي بيصاحب فترة الامتحانات عند الاولاد وعند الطلبة اللي بيكونوا مقبلين على امتحانات سواء نص سنة او اخر السنة دايما بيكون ليه اثار سلبية على الصحة النفسية والجسدية ايضا ده الموضوع اللي هنتكلم فيه مع دفعتنا اللي بنورانا النهارة دكتورة مناشاوئي استشاري عم النفس والموارد البشرية اهلا بيك ونصبح عليك حضرتك صباح الخير هل زي ما انا قلت كده ان التوتر اللي بيصاحب فترة الامتحانات والمذاكرة عند الطلاب ممكن يأثر بنسبة سلبية على الصحة النفسية والجسدية ايضا ازاي نعالج هذا الموضوع وازاي نتخلص من هذا القلق والتوتر طيب الاول نقول هو التوتر بيما موجود عند الولاد ولا عند الاباء والامهات وخصوصا الامهات ام الاثنين فتعالوا نقول ان هو الاول المصنع بتاع التوتر في البيت اول اللي تمقنام في البيت هو الام اللي هاي المدرسة الحقيقية يعني تمام فحنقول ان هو التوتر عندك يعني الستة اللي بتسمعاني النهاردة ولا التوتر بتاع حضرتك حيتنقل للولاد وحضرتك عايزة ايه عايزة نتيجة وعايزة ايه عايزة درجات في الشهادة حيك توترك ده حينم على انه مجهود ابنك والمذاكرة والفلوس الكتير اللي احنا دفعنا طول السنة مش هتجيب لا النتيجة اللي انت عايزها ولا هتجيب الدرجات اللي حضرتك عايزها طيب بيبقى احنا نفكر ازاي لانه احنا عندنا هو فين مصنع التوتر في الجسم هو الدماغ دماغنا افكارنا طريقة التفكير بتاعاتنا سواء ان كانت طريق تفكير ايجابية او طريق تفكير سلبية هي اللي بتخلق التوتر عندنا العلم قال ومنظمة الصحة العالمية وصفت التوتر بانه هو من اكتر الحاجات المسببة للوفاة على الكرة الارضية وسمته طعون العصر لما اسمعت كلمة طعون العصر او الحاجة جات في دماغي كانت جات كوفيد او كورونا او واتفر واكتشفت انه هو اهم واصعب من الكوفيد واهم واصعب من اي امراض هو فعلا تعون العصر لانه هو بيسبب 70% من الحالات اللي في المستشفى دلوقتي يعني ايوح نتكلم دلوقتي 70% من الناس اللي قعدة في المستشفيات لما نرجع وراء المشكلة فين جاية منين قولون عصبي سكر عصبي ضغط عصبي كل حاجة ده سبب التوتر سبب من الاساس التوتر طب التوتر جاي منين من الاساس من التفكير يبقى احنا عندنا التفكير مصنع صنع حاجة ايجابية او حاجة سلبية الحاجة الايجابية حاجات كتيرة جدا نتكلم عنها لكن اللي بنتكلم عنه نهاردة هو التفكير السلبي اللي صنع علينا سلوك سلبي في التعامل وصنع علينا في الاخر حاجة بقت مرض يعتبر من اهم الامراض اللي بتصيب الاباء والامهات والابناء دلوقتي طب النصيحة هتكون الاول الامة بقى تعمل ايه بقى ازاي تخلي طريقة تفكيرها ايجابية عشان تنقلها للاولاد اولا هقولك الاول التفكير السلبي ده عمل فيك ايه وخلك يحسب كده التوتر بقى عملا تهزف رجلها عملا طول الوقت حسنها متنشنة طريقة تعاملها مع الولاد ساعات بتغلط لسا بتكلم ساعات بتغلط في التعامل مع الولاد وبتسبب لهم قلم نفسي رهيب في بعض الحاجات اللي بتحصل طيب ده جاملين من افكارك السلبية بتقولي نفسك ايه بتكلمي نفسك تقولي نفسك ايه يا طرى البني ادم بيكلم نفسه طوله نهار كم كلمة من 5000 ل 60 الف كلمة طب كم في المية ايجابي وكم في المية سلبي 75% سلبي و25% ايجابي يعني نقدر نقول كم بس خاريها وفع عن النسبة دي يا دكتورة هل ده يعني نسبة اساسية ولا ممكن انا اكون مش 75% سلبي ممكن اكون انا 50% سلبي و50% ايجابي او اقل او اكتر دول المتفقلين 75% سلبية ده المتفقلين المتفقلين يعني ده المتفقلين منهم يعني ده الطبيعي طبيعي ان الدماغ بتروح للفكرة السلبية اسهل لكن الخبر الحلو في الموضوع ان الفكرة الايجابية اقوى عشان كده الفرق وعشان كده احنا اتنصحنا في دننا وفي الاديان كلها انه تفقلوا بالخيري تجدوا نظر لانه انت لما انا عنده ظن عبدي بيه فليظن بيه ماشا فاذا كنا احنا بنفكر بطريقة ايجابية هتلاقي الايجابية نازلة عليك وهتلاقي الافكار الايجابية نازلة هتلاقي كمان المستقبلات هعملة زي الريسابتر وستندر كده لو جاي لك خير وانت قافل بتقول لا مش هيحصل خير ده انت مش هتشوفه يعني حتى برضو معظم علماء النفس قالوا انه اللي بيفكر بطريقة سلبية بتعدي جنبه الفرصة ما بيشوفهاش بتعدي جنبه النجاحات وهو كمان قافل دماغه لانه هو شايف الباب اللي تقافل ومش شايف الباب اللي تفتح جنبه ايه ايه فدايمن هو قافل نظره على حاجة سلبية اه بس هو انا فقدت ايه مش انا جالي ايه مش انا ربنا اخد مني شغل لكن هو حطيني في شغل احسن ربنا اخد مني فرصة معينة لكن حطيلي فرص مختلفة صح وهكذا فأنا بسمع مش بسمع هو دايما كانوا منصحونا في ابداياتنا وإحنا كمزيعين وإحنا منتضرب يقولونا عشان طبعا كلنا في الأول بنبقى الهوى بقى وعندنا رهبة الكاميرا والكلام ده فيقولونا ايه عشان تضيع التوتر ابتسب صح فالكلام ده بقى حيث تأكده صح جدا التوتر من حاجات اللي بتخليه يكون مش موجود حاجات كتير قوي منها ممارسة الرياضة منها ممارسة التفاؤل والابتسام والضحك الضحك الكتير ده بيدي ريسبت برضو سندر وريسبتر بيدي للعقل يعني زي مواد كيميائية لأن احنا عايزين نقول إنه جسمنا ده كله كيميا طبعا فهو ايه التوتر؟ التوتر عبارة عن هرمونين واحد اللي تقال في المقدمة اللي هو الكورتيزول وده بيعلى جدا لما البني قدم يتوتر وبيطلع من الغدد بتاعة الجسم والتاني الخطير المرعب الأدرينالين الأدرينالين والكورتيزول اللي اتنين لما بيعلوا بقى مستوى السكر ويعلوا مستوى الضغط ويعلوا جميع مستقبلات الأمراض ناهيك عن إنه هم بيقللوا خلايا التيسلز اللي هي خلايا المناعة يعني التوتر ده هيقلل مناعة ابنك فيفرحتي إنه ابنك يكون طالب متفوق ويجيب لك نمر ويعية إنتي تختاري إيه؟ تختاري صحته ولا تختاري إنه هو يبقى متفوقه بس؟ هكيد صحته طالب الاتنين إحنا عايزين كل اتنين بس عايزين بس الصحة أهمة بصراحة بالضبط لإن الصحة بعد كده هي اللي هتجيب كل حاجة مزبوط يعني من غير صحته مش هيقدر إنه هو يكمل دراسيا ويكمل مهنيا ويكمل ماديا وكل حاجة طب النصيحة بقى يا دكتورة الأم بقى تعمل إيه؟ مثلا تاخد ولادها في نوزها مثلا كل يوم نص ساعة أو تقلق معهم في أشياء بعيدا عن المذاكرة ولا إيه بالضبط هو إحنا هنقول إن إحنا كومبينيشن إحنا عبارة عن حياتنا فيها توازن بين جوانب كتير قوي جانب روحاني زي إنها تعلي طاقت الروحانية بإيمان وربنا طيب أعرف كويس قوي إنه أنا بعمل اللي علي وحنركز على المجهود مش هنركز على النتيجة تاني يا ماميز يا جمالي اللي بتتفرجوا علينا بليز ركزي على مجهود ابنك هو عمل اللي عليه تقولي له أنت يا حبيبي عملت اللي عليك أنا شفتك ما أسرتش يلا توكل على الله روح الامتحان وربنا إن شاء الله هيوفقك وحيوقف جامبك يبقى معنا كده النهاية دلوقتي وقفت ربنا جامب الولد وإحساسه بإنه هو عمل اللي عليه ودعواتها الكويسة تي حاجة هتفيده جدا الحاجة التانية إن إحنا دايما نحاول إحنا نهتم بالجانب الصحي بقى الأكل والشرب والنوم والتنفس ورياضه الخمس حاجات دول مهمين جدا يأكل أكل صحيحا دايما نقول الكمبينيشن بتاعة التفوق هي تحت أربع حاجات ثمان ساعات نوم ثلاث واجبات في اليوم في معادهم هالثي ما فيهمش فاتس كتير ولا كربوهايدريتس كتير ولا سكريات كتير بس فيهم هاي بروتين لأن البروتين ده بيغزي العقل وبيكون الزاكرة وبيقويها ناكل ترمس يا جماعة بتقوي الزاكرة ناكل الحاجات اللي هي ممكن تبقى مفيدة جدا بقوي جدا فنعمل الحاجات اللي هي البيزيكس نشرب ماية كويس عشان ده بيقلل نسب التوتر في الجسم نلعب الرياضة اللي اتفقنا عليها لأنه حرق الطاقة في أو الحركة المنظمة مش ماشي الفاترين ولا هو إن أنا أعمل حركة مش مدروسة لأ حركات منظمة هي دي اللي بنسميها الرياضة هي دي اللي هتحرق وتخلي التوتر يمشي وبعدين التنفس بعدين نمارس الضحك والإنبساط في البيت ونمارس نوع من أنواع سلوكيات التفاؤل لأن دي بتعلي بقى الهرمونات الاندورفنز بقى الهرمونات اللي هي السيراتونين والأكستوسين والدوبامين التلاتة اللي عكس الأدرينالين التلاتة اللي عكس الأدرينالين دول هيخلوا حضرتك شكلك صغير مش أنت عايز تبقي مامي حلوة خليكي بقى إي شكلك صغير هيخلوا إنه حضرتك تبقي شكلك جميل على طول الولاد كمان لأنه دايما يقولك اللي بيحمل الهم بيكبر بدري آه طبعا بيعجز بدري فأنا بخوفكم بقى متوتر دلوقتي إنه كمان هيعجز لك بشرتك خليتي بي محتاجة عمليات تجميل وحاجات كده طيب في حاجة في بعض الطلاب بيحبوا مثلا يسمع مزيكة هما بيذكروا أو مثلا في تلفزيون بيشغال جنبهم مش متابعين ومش مركزين رأيك إيه في الكلام ده والله لو دي أنا عن نفسي بقول إنه التركيز ساعات بيحتاج هدوء لكن في بعض الناس بتسمع قرآن جنبها في ناس بتحب بتسمع آآ صوفت ميوزيك وفي ناس تانية بيعتبر إنه هو في حاجة مؤنسية هو متعود على إنه تبقى فيه ونس كده في ناس بتمارس العادة دي قبل النوم إنه هو يبقى دايما عنده آآ حاجة كده بتزن جنبيه آآ التلفزيون أسنائي هل ده صحي؟ لا مش صحي أو أنا بقول إنه مفروض ما يبقاش فيه تلفزيون بيضيع التوتر اللي عنده بس ده مش صح مفروض ما يبقاش فيه تلفزيون فقط النوم أسر آآ يعني مفروض إنه أنا وأنا داخل أخمسة واربعين ديئة فيه هدوء وما تفرجش على أي حاجة فيها إزعاج أو أخبار أو يعدي قدني مشهد فيه ببقى أثناء المذاكرة أثناء المذاكرة هو مش أحسن حاجة بس لهو الولد متعود على ده لأنه عادات المذاكرة أنا دايما بقول بتختلف من بني أدم للتاني لكن طريقة بقى إنه هو يدخل المعلومة في دماغه هي طريقة واحدة يعني دايما أنا بقول لأولادنا كلهم ساعة يوم اسبوع شهر عايز المعلومة تدخل دماغك دور عليها الحاد متكبر وتعجز هتلاقيها زاكرة بعديها بساعة زاكرة بعديها بيوم زاكرة بعديها باسبوع زاكرة بعديها بشهر ولو مراجعة خفيفة هتلاقي المعلومة دي معاك فوريفر هتفضل تتكلم بيها زيما أنا دلوقتي قادر لي كل معلومة واخدها وأنا في الإعدادات يعني زاكرتها بالطريقة اللي العقل اللي وعي فيها بيستوعبوا الزاكرة البعيدة بتستوعب بالطريقة دي طب دي دي نصيحة للكيفية المذاكرة يعني في ناس كتير أو يعني فيها طلاب أو أولاد تليهم مش عارفين يتذكروا أو بتقول لهم الحاجة وتاني يوم خلاص امتحنوا فيها بعد كده ننسيوها فعلى حاجة بتقولي ده نأكد عليه تاني عارف ليهم بعدها باسبوع وبعدها بشهر ده معناه إيه معناه أن إحنا ذاكرناها بادري مش ذاكرناها للمتحن لأن إحنا لو قاعدين مش هننتهم بعد عشان كده كله بينسى لأن إحنا بننسى ليه لأن إحنا ما حطيناهاش في الزاكرة بالشكل المزبوط فإحنا الغرض على فكرة مش قاعدين نمتحن ولا إنها نجيب درجات الغرض اللي إحنا دايما نقوله لولادنا والله بالضبط إحنا عايزين نتعلم يعني أنت دخلت المدرسة وإحنا دفعيني الفلوس دي وإنت يا حبيبي مسحينك منه ومع السفينك وتعبينك وكل الكلام ده كله مش عشان تذاكر قبل الامتحن بتلاتة أربعة تيان تكتب كلمتين وخلاص آآ يعني دايما أنا نقول يعني خلاص عملنا كده الامتحان بعد كده نعمل مسح كامل للذكرة وكأن شيئا لم يكن ونطلع بعد كده فاضيين ما عندناش أي معلومات لا مش ده الغرض خالص وإحنا مش بنروح المدارس ولا بنتعبكو عشان بس نجيب درجات ونمتحن والأم والأب اللي شايفين أنه ابنهم عمل اللي عليهم مجرد أنه جاب نمرة حلوة وهو ما تعلمش حاجة أنا بقولكو أنتو فلوسكو راحت على الأرض حرام عليكم نعلمهم أنهما يستفيدوا من المرحلة التعليمية بتاعتهم هو دايما نقول أنه يعني دايما نقول أنه إحنا بالمدرسة بنروح عشان نتعلم إزاي نتعامل مع الحياة إزاي نعرف الحياة فيها إيه نعرف الكون اللي حولينا دا شغال إزاي إيه الحاجات المميزات اللي فيه إيه الحاجات الوحشة نتصرف إزاي كده يعني إحنا راحين نتعلم إزاي نتعامل مع الحياة مش بس كده راحين نعرف مش راحين عشان ناخد درجات آخر السنة في الامتحان العلم رزق كمين يعني لازم نعلم ولادنا أنه العلم ده رزق أنت ربنا رزقك أنك تتعلم غيرك مش لاقي الرزق ده غيرك زكي جدا نفسه أنه هو يكون في مكانك وإنت ربنا بدي لك الرزق ده بالزبط أه فإنهل من الرزق ده تخيل قدامك طبق مجوهرات كده ونتاخد منه اللي أنت عايزه إيه بقى ده في أحلى من كده فيش أحلى من كده طبعا طيب مشاكل الحياة إزاي الإنسان يتعامل معها وما يخليهاش تأثر عليه ولا توطره لأنه طبعا في مشاكل الحياة كلنا طبعا عرفنا إحنا من أول من نصح من ننزل من البيت فيه ضغوط كتيرة قوي بنعدي بيها والغام بنمشي نحاول أن إحنا هنتفديها لغاية ما راح تاني البيت سلام يعني فإزاي نتعامل مع الموضوع طيب إحنا هنقول زي ما فيه مناعة جثمانية وكانت دايما نتكلم عنها الفترة اللي فاتت قوي مناعتك عشان ما تتعديش فيه حاجة اسمها مناعة نفسية فقوي مناعتك النفسية عشان برضو ما تبقاش لها تأثير سلبي على حضرتك طب مناعة النفسية دي فين وطريقتها إيه وقويها إزاي لو جينا نقول مثلا أنه فيه اثنين بني قدمين بعد الشر عملوا حدثة ممكن بني قدم يطلع يجري وبني قدم تاني يتوفى وبني قدم تالت يطلع بإصابات أو قوة الضغط ده أو التأثير بتاع حاجة وحشة حصلت بعد الشر برضو أسرة حصل فيها حالة وفاء ممكن واحد الحلل النفسية بتاعته تبقى سيئة جدا واحد تاني يتجاوز بعد يومين ثلاثة واحد تالت تلاقيه طبيعي عادي من أول شوية هو قوي جدا يبقى عندنا تفاوت لدرجات المناعة واحد ممكن نفسيته تستحمل الضغوط اللي احنا فيها دي واحد تاني نفسيته مش مستحمله انا جاي بآخرين انا بس تحدى هيا هتخانق وعمل او يوصل لمراحل اكتئاب او يدخل فيه سايكل من القلق والتوتر ممكن تدخله في حالات مرضية بقى محتاج علاج يعني بالأدوية مش بقى حاجات من نفس علاج بقى علاج نفسي بالأدوية اللي هو يلجأ بقى للطب النفسي مش لعلماء النفس فتعالي بقى نقول انه ازاي نقوي المناعة النفسية اولا لازم نقوي المناعة النفسية باكتر من حاجة اولا التفاؤل منها جزء كبير والتفاؤل ده احنا مأمورين به بالمناسبة يعني هو مش رفاهي يعني مش عندك انه انا اتفائل او اتشأم لا براحتي لا ده حضرتك لازم تكون متفائل ولازم تحسن الظن بالله ولازم تكون عندك نوع من انواع انك تبقى عارف انه الشيء اللي انت يعني حجب عنك انك تعرف او ما انتش عارف هو ليه تشال منك لا حجب عننا ان احنا نعرف ليه الحاجة دي تشالت مننا اه انو مثلا حاجة مش عندنا يعني كنا نفسينا في حاجة بس احنا ما جتلناش بالزبط فنبقى عارفين كواس قوي انه كل الامر اللي كله خير نيجي كمان لنقطة انه البني ادم يتعامل مع مناعته النفسية لانها زي مكون عضلة كده عارفين العضلات احنا بنعمل فيها ايه بندربها بندربها فاحنا ندرب ولادنا على انه مش كل حاجة ايوة ومش كل حاجة حاضر ومش من علامات الحب انك انت تخليهم دايما مرفهين وعندهم كل الاشياء لازم تدرب مناعتهم من نفسي ان في حاجة اسمها لأ وانه زي ما في ثقافة الحياة بتقول ان في مكتسبات وفي اشياء مفرحة لازم يبقى عندك تقبل للخسائر زي ما بتتقبل المكسب الحياة مش مكسب بس الحياة مكسب وخسار فبعض الاحيان انت متعود على رفاهية معينة انا متعود ان انا بخرج في اماكن شيكو وبصرف المصاريف الفلانية وبشتري هدوم شيك من كذا وكذا وكذا حصل دروب مادي لظرف او اخر او حصل ظروف زي ممكن بعض الناس بتشتكي منها ارتفاع اسعار او كذا ابقى عارف ازاي ان انا ده جزء طبيعي زي ما انا خدت كويس متوقع ان يبقى فيه اشياء مش كويس فزي ما انا عاشت فترة فيها رفاهية ممكن تيجي فترات فيها بعض الكبوة ده حديث الاباء بقى للولاد او بالزبط وبعد كده فيه فترات تاني هنرجع افضل من كده كمان فيبقى دايما الابس ان داونز دي حاجات متعرف عليها ما هياش حاجة اللي هو ليه انا ما بقاش يجيلي كده وليه انا ما بقى ما بقى لك بقى انه استتات والرجالة نفسهم رافضين لتقبل اي نوع من الابس ان داونز ما ينفعش الحياة الحياة مش وطيرة واحدة ورب الله سبحانه وتعالى ممكن يديك بعض النعم وبعد شوية بعض الكبوات ولا هنبلوانكم بشيء من الخوفي والجوعي ونقص من الاموالي والانفسي والثمرات وبشر الصبرين وإلا ما كانش فيه تعاقب صدق الله مصر تعاقب ليله ونهار وصيف وشتاء وشتاء وبرد وحر وخريف دايما فيه متغيرة طيب موضوع مهم جدا ازاي الناس تحاول تحل مشاكلها بعيدا على العصبية يعني عندها مشكلة كلنا طبعا بيبعندنا مشاكل بتواجهنا في شغلنا في حياتنا مع الولاد مع الناس اللي ماشي في الشارع في الطريق في اي حاجة ازاي نتعامل مع الموضوع وندرب نفسينا ان احنا تحل مشاكلها مجرعة عصبية طيب رجلتها سريع جدا لموضوع العصبية دي العصبية دي احنا هنعتبر نفسنا اولا هيبتيجي من العصبية بتيجي من العقل اللواعي بتاعنا احنا عندنا نعيم من العقل في عقل انفعالي وعقل تحليلي انفعالي دا اللي شغال على طول ما بيرافش يعمل غير حاجتين يهاجم او يهرب يهاجم اللي تقدر تستقوى عليه من الاخر ويهرب من اللي تخاف منه بس ما بيرافش يعمل حاجة تانية فعشان كده عقلنا الانفعالي لو شغال طول الوقت هتلاقي البني ادم دا يا اما على طول خايف يا اما على طول بيهاجم هو ما عندوش حاجات معظم يومو حتلاقيه ما بين الحاجتين دول بيسرق في حد يحد زعق فيه فهدت وفسكت لكن هتلاقي إن هو الجزء الطبيعي في حياته قليل جدا أما العقل التحليلي ما بيعرفش يعمل غير حاجتين برضو بس حاجتين إيجابيين يسأل سؤال وإيجابة سؤال وإيجابة طب نضرب مسألة عشان نسهل عن ناس الإكسرسايز بتاع العصبية ده لأنه هو ووركشوب طويل يعني المفروض بنشتغله بس إحنا ندي معلومة صغيرة عنه وانصر إنك إنت حتتخال إن في زرارين زرار أحمر ده هيبقى العقل الانفعالي وزرار أزرق العقل التحليلي لو الأحمر ده تيت يبقى معناك كده هنعمل إيه هنهاجم يا هنهرب طب مثلا حد كسر علي بالعربية فأنا هشغل العقل الانفعالي مين ده ده راجل بي طب أنا هسيبه ولا مش هسيبه ده حسن الناس تقول علي أن أنا ضعيف لازم أجيب حقي ههجمه لقيته طالع وراي بمسدس هروح جاي ركب عربيتي وطالع جاري فهو ده الموقف طب تعالوا نشغل في نفس الموقف العقل التحليلي العقل التحليلي هيشتغل يسأل سؤال وإجابة هو ده مين ده سواء أي أن كان بيعمل إيه طب هو ده يعرفني لو ما يعرفنيش طبعا ما عليك ممكن يكون تعبان ممكن يكون مع حد مستعجل ما بيعرفش سوء أي أن كان طب أنا إيه مشكلتي خلاص يا عم عدي يعني ده نقولي العقل التحليلي ده هو بتاع كبر دماغك اللي هو عدي الكبر يعني عدي هو مش كبر هو حل للموقف أنا جوزي دخل البيت أو زوج أي واحدة دخل البيت ودخل عليها الشخص ده متضايق ومتعصب وقال كلمة ما تنفعش العقل المفعالي هو أنا هسيبه أرد عليه قال لي ماما أقوله بابا قال لي خلتك أقوله عمتك طيب هب هب بقت خناقة وصلنا للمأزون وصلنا لطقوة أو الله أعلم ممكن توصل للمستشفى يدرىوها وحاجة يدرىوها حاجة حيانية فتاها لبقى طب شغلت العقل التحليلي هو عبارة عن إيه هو ده مين طب هو متعاود يعمل كده ده الطبيعي بتاعه هو طالع النهار ده ممكن يكون حصل له مشكلة ممكن يكون فيه عنده سترس في الشغل ممكن يكون النهار ده فيه أي حاجة كذا 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 طب نهدى شوية وبعد شوية نتعاتب انت لي قلت الكلمة دي أنا زعلانة منك أوي لا أنا معقول أنا قلت كده لا طب حقك علي تفاتي راسك بص طب مش عارف كذا خلاص خلاص الموضوع فهو العقل التحليلي مش موضوع أن أنا أكبر دماغي موضوع أن أنا أشغل دماغي هو عكس تكبير الدماغ تماما هو تشغيل الدماغ بس تشغيلها بالشكل الإيجابي الاتنين فيهم دماغ والاتنين فيهم تفكير بس ده طريقة سلبية للتعامل مع الموقف وده طريقة إيجابية للتعامل مع الموقف والاتنين جوانا انت اللي بتقوي أنهي عقل انت بتستخدمه أكتر اللي متعود إن إيده بتروح الزرار الأحمر كتير وهرتاح على كده وشايف إن الصوت العلي والعصبية بيجبوا له حقه حيفضل يتعامل بي لكن اللي شايف إنه هو بيكسب أكتر بيتعرض لمشاكل أقل بيقدر إنه هو يحافظ على حقه إنه ساعتها قل لها إيه على فكرة أنت ضيعتي حقك باللي أنت عملتين مش أنت كنت صاحبة حقه أنت لما انفعلتي وصوتك علي على حماتك شكرا معاعدنش نقدر نقول لها أنت غلطانة رغم إن هي استدقت غلطانة تقول لي يعني إيه ما هي اللي غلطت الأول لو أنت كنت تسكت ولو أنت كنت فمعنى كده إيه شغلت العقل المفعالي ولا شغلت العقل التحليلي أنت مع مديرك مديرك أخذ قرار غلط شغلت العقل التحليلي وقلت والله كذا 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 وكلمت بمموتها الحق جاء مدير مديرك جاب لك حقك لكن حضرتك علت صوتك ولا زعقت ولا عملت أي موقف مفعالي ضيعت حقك وانا هاخد من قبل ما نختم نفضل لنا دقيقة من حديث لحضرتكم تابعته إن الشخص القوي مش اللي هو بيقعد يزعق ويهجم ويعمل تصرفات عنيفة لا هو الشخص القوي الهادي اللي بياخد قرارات بشكل سليم بيفكر صوته دايما واطي هو ده الإنسان القوي ليس القوي بالسرعة ولكن القوي من ملك نفسه عنده ده كلام حقك شكرا لك نورتنا ويا رب تكوني ناسة استفادت النهاردة والأمات الجمال اللي بيتفرجوا علينا يقدروا يستفيدوا من كلامك وينفزوه وعشان ضعوا القلق والتغطر عند أولادهم أثناء الامتحار شكرا لحضرتكم